ما زلنا نتحدث في الفصل الثالث الخاص بالنظام المحاسبي وبعد توضيحنا لدفتر اليومية نتكلم الآن عن ثانيا دفتر الأستاذ ليتجر يعتبر هو الدفتر الثاني في الدورة المحاسبية ويهدف إلى تصنيف أو فرز أو ترتيب العمليات المالية على حسب نوعها حيث يتم تخصيص سجل أو صفحة مستقلة في هذا الدفتر لكي توضح التغيرات بالزيادة أو بالنقص التي تطرأ على كل عنصر من عناصرنا الخمسة وهي الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات هذا السجل أو هذه الصفحة سبق الإشارة إلى أنها تسمى بالحساب وتختصر إلى ح شرطة ثم نكتب اسم هذا الحساب ويطلق على هذا السجل اسم حساب ويسمى باسم العنصر الذي يمثله وذلك مثل حساب البنك والذي يختصر إلى ح شرطة البنك ولمعرفة التغيرات التي تطرأ على كل حساب فإنه يتم ترحيل أو نقل العمليات الخاصة بهذا الحساب من الدفتر السابق وهو دفتر اليومية إلى هذا الحساب وذلك لمعرفة الموقف النهائي لهذا الحساب نتيجة التغيرات التي حدثت وأثرت عليه إذن هناك علاقة بين دفتر اليومية ودفتر الأستاذ نطلق على هذه العملية عملية النقل من اليومية إلى الأستاذ نطلق عليها كلمة ترحيل أي نقل العمليات من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ وتسمى بوستنج الترحيل شكل دفتر الأستاذ دفتر الأستاذ يأخذ شكل حرف تي باللغة الإنجليزية حيث يتم قسمة الصفحة إلى نصفين نكتب في وسط الصفحة اسم الحساب وليكن مثلا حساب البنك ثم نقوم بقسمة الصفحة إلى جانبين كما نرى هذا هو شكل حرف تي باللغة الإنجليزية لدينا جانب أيمن وجانب أيصر ثم نقوم بعمل عنوان عنوين لأننا سوف نقسم كل جانب إلى مجموعة من الأعمدة الجانب الذي يظهر في الجانب الأيمن أو على الناحية الأيمن بالنسبة لنا يسمى بالجانب المدين ونكتب فوق منه كلمة منه بما يعني أنه مدين وفي الجانب الآخر لدينا الجانب الدائن ونكتب بجواره كلمة له بما يعني أنه الجانب الدائن ثم نقوم بتقسيم كل جانب من جانبي الحساب إلى ثلاثة أعمدة العمود الأول في كل جانب يسمى بالمبلغ ثم البيان ثم التاريخ أيضا الجانب الآخر مبلغ وبيان وتاريخ ما الذي يتم بعد ذلك؟ هذا هو شكل دفتر الأستاذ وعند الترحيل من اليومية فأنه ينقل إلى هذا الحساب في جانبه المدين كل العمليات التي كان الحساب فيها مدينة أو كل المبالغ التي كان الحساب مدينة بها من واقع قيود اليومية كل قيد على حدة يعني نرحل مبلغ مبلغ نتيجة كل قيد على حدة في الجانب الآخر نرحل العمليات التي كان الحساب دائنا فيها أيضا من واقع القيود في دفتر اليومية كل قيد على حدة إذن عملية الترحيل يتم الترحيل إلى الجانب المدين أو الدائن بناء على وجود الحساب داخل القيد وهو ما نسميه بخطوات الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ حيث أن ذلك يتم من خلال أربع خطوات الخطوة الأولى هي تحديد ناحية الترحيل هل نرحل إلى الجانب المدين أم إلى الجانب الدائن يعتمد ذلك على حسب مكان الحساب داخل قيد اليومية فإذا كان الحساب الذي نريد الترحيل إليه في الطرف المدين في قيد اليومية إذن يتم الترحيل إلى الجانب الأيمن المدين من هذا الحساب والعكس بالعكس ثم يأتي بعد ذلك ثلاثة أعمدة في كل جانب وهي المبلغ والبيان والتاريخ فالمبلغ هو الموجود على نفس سطر الحساب داخل القيد أما البيان فهو الطرف الآخر للقيد وأخيرا التاريخ وهو تاريخ القيد بعد إجراء عملية الترحيل ونقل البيانات من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ تأتي مرحلة تالية وهي مرحلة تحديد الموقف النهائي أو صافي أثر العمليات التي تم تسجيلها في الحسابات على كل حساب على حدة وتسمى هذه العملية بعملية ترصيد الحسابات وتتم كل فترة دورية أو كلما كان هناك احتياج لمعرفة الرصيد وعند إجراء هذه العملية فإننا نقوم باتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في أننا نقوم بتجميع الأعمدة وخصوصا نحن نركز هنا على أعمدة المبالغ نركز هنا على عمود المبلغ نجمع عمود المبلغ في الجانب المدين ثم عمود المبلغ في الجانب الدائم حيث يتم تحديد مجموع كل جانب من جانبي الحساب نختار الرقم الأكبر منهما ونكتبه أسفل جانبي الحساب معنى ذلك أن هذا الرقم هو أكبر من الرقم الأصغر فيتم طرح الجانب الأصغر أو الرقم الأصغر من الرقم الأكبر والفرق بينهما هو ما يسمى في المحاسبة بالرصيد إذن الرصيد هو الزيادة أو الفرق بين جانبي الحساب أو الفرق بين الجانب المدين والجانب الدائم للحساب أو الفرق بين العمليات التي كان الحساب مدينا فيها والعمليات التي كان الحساب دائنا فيها وهو ما يسمى بالرصيد وهذا الرصيد لكل نوع من أنواع الحسابات له طبيعة سبق أن ذكرناها ضمن معادلة المحاسبة يوضع هذا الفرق في الجانب الأصغر حتى يتساوى هذا الجانب الأصغر مع مجموع الجانب الأكبر